من جانبه قال السيد عمار البلاي عضو مجلس النواب خلال تصريح الخاص للبرنامج أن قطر كانت وما تزال تنتهك حقوق مملكة البحرين في السيادة على مياهها الإقليمية القانون الدولي واضح في تعريف الحدود البحرية وهذا الذي فسره امتناء قطر طوال السنوات الماضية عن ترسيم الحدود بينها وبين مملكة البحرين لأنها أمالة تدرك تماما أن القانون الدولي وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة للبحار حددت هذه النقاط وبالتالي هذه المناطق سوف تكون بموجب هذا القانون والاتفاقيات الدولية تحت سيادة مملكة البحرين قطر كانت وما تزال تنتهك حقوق مملكة البحرين في السيادة على مياهها الإقليمية والتي حددها مرسوم بقانون رقم ثمانية لسنة ثلاثة وتسعين واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار اللي شكل البحر الأقليمي من مملكة البحرين والمناطق المتآخمة 12 ميل بحري رغم صدور الحكم بوضوح من المحكمة الدولية في لهاي بشأن السيادة البحرينية في جزيرة أحوار إلا أن قطر رفضت ترسيم الحدود البحرية بينها وبين مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر